خبر الاهم النهاردة والرسمي هو خبر رسمي مش خبر من الكواليس لكنه خبر طبعا افر حفيظة عدد كبير من جماهير الكرة المصرية وخصوصا جماهير النادي الاهلي وهو تعديل مباراة او موعد مباراة الاهلي مع سانداونز اللي هتقام في جنوب افريقيا وفجئنا النهاردة بخبر رسمي واعلان نادي سانداونز عن اقامة المباراة مباراة الذهاب في السوبر الافريقي اللي هتقام يوم الحد اللي جاي الساعة 3 عصرا والسماح لجماهير سانداونز لدخول المباراة مجانا ويبدو انهم اعتادوا على مواجهة النادي الاهلي في السالسة عصرا وبالتالي في اشارة طبعا للمباراة الشهيرتين اللي خدهم الاهلي امام سانداونز وخسر فيهم بخماسيتين وكانت المباراة برضو بنفس الطريقة الساعة 3 العصر وايضا السماح للجماهير بالتواجد مجانا لملء طبعا المدرجات ومواجهة النادي الاهلي المباراة في غاية الصعوبة لكن بشوف ان النادي الاهلي دايما في المباراة الكبيرة بيكون قادر على مواجهة الفراء الكبيرة اه المباراتين اللي فاتوا امام سيمبل تنزاني كان الاداء غير مطمئن وكان فيه اخطاء من كولر المدير الفني في التعامل مع المباراتين وده كان حديث المسؤولين في النادي الاهلي والمسؤولين في لجنة التخطيط عن ادارة كولر للمباراة سواء مباراة الذهاب او مباراة العودة بجانب كمان تصرحاته اثارت برضو علامات استفهام كبيرة تحديدا حول امام عشور النجم طبعا الاهلاوي او مش النجم الاهلاوي خلينا يكون دقيق هو النجم اللي بيلعب في النادي الاهلي وامام عشور واحد من نجوم الكرة المصرية ده ما فيش اي خلاف عليه لكن كولر في تصرحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراة سنبا التنزاني اشار ان يبدو وكأن طبعا امام عشور ان هو مصاب ولسه هنشوفه اذا كان مصاب ولا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة